اشتركوا في القناة 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 انت تخابع الناب يتخابع الشخص عندما يتحدث ،فقد ما نستخدم إليك يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ يا ربي يسرك عند حرور الحدث لا ملك يا ربي بالمصطفى ضل المقاصد وغف اللنا المطايا وصيا الكرم أضيك رسول العيجان يمتجلب اسم الانتقن يا ربي بالمصطفى ضل المقاصد وغف اللنا المقاصد فإن من جنك الدنيا رضا وترى ومن الأمك إن اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى ضل المقاصد يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك إن دخلوا للحديث اللمم يا ربي بالمصطفى ضل المقاصد وغف اللنا المقاصد وغف اللنا المقاصد وغف اللنا المقاصد يا نفس لا تقلط من دلت نازمتنا الكبائر في غفرانك اللمم يا ربي بالمصطفى بالمصطفى وغف اللنا المقاصد وغف اللنا المقاصد والأهل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والناقى والحلم والقلم يا ربي بن مصطفى مهل المقاس إدانا وقف لنا الحمد يا وسيء الكرام في حب سيدنا محمد نرل بذراء ودنا أظهره محمد والكفر أبطله فهدى من جاء ومن جاء هنا محمد يوم القيامة قال ونائر والجند حين غزى محمد منهم ملائكات تسوى أصلي وأمتم محمد من جاء من جاء هنا محمد يوم القيامة قال ودائر اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلام صلى الإله على محمد والآل الكليم وسلام اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلام صلى الله على محمد وعلى أصحابه وسلام بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أن يكون أحسن عملا وهو الأزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات ينبقى ما ترى في خلق الرحمن يدفعون فالجرب صلى الترامل الفتور ثم ارجع البشر قيرتين أنقلب إليك البشر خاسئا وهو حسين ولقد قيلنا السماء الدنيا بمصابيح ودعلنا يا رجول للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعين والنغذين كفرون ربهم عظاهم لأننا بحس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيخان وهي ترخون تقال تميز من الغيب كلما ألقي فيها فألقوا لهم خذلت رعا لم يأتكم نذير قالوا مراقب جاء أنا نذير فكتبنا وقلنا ما نفذل الله من شيء إن أعدم إلا في ظلان كبير وقالوا لو كنا نسمع رونا فيما كنا في أصحاب السعين فاطرفوا بذنبهم فسرقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون وطهم بالغيب لهم مغفرة وآل كريم واسروا قولكم ودعوا به إنه علم بذات الصمور ألا يعلم من خلق أول عطيف الخبيب وإذن يجعل لكم الأرض من الأولى فامشوا في مناكبها ويأكلوا من رسله وإليه النشور أعملتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض إذا يتمر أم أعملتم من في السماء أن يرسل عليكم حاشبات فستعلمون من سنبين وإن قد تكفى الذين من قبلهم فكيف كان نكين ولم يروا يطين فوقهم صوافات ويخبذن ما ينصرون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن على الذين وجود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا فيهم أمن على الذين ينصركم إن أنسك رزقه بل أنتم في وطوري والرسول أفمن يمشي مكبت على لي أهداً أم من يمشي سوياً على أسراط مستقين قل هو الذي أعيشكم وجعل لكم السبع والأبصار والأفلل قليلاً ما تشكرون قل هو الذي ضعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم إن الله وإنما أنا نذير قل هو الرحمن وابدنا به وليه تؤكلنا فستعلمون من هو في ظلال المبين قل هو الرحمن وابدنا به وليه تؤكلنا ففتال فول مدر في ظلال مهين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء مهين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي الخير لا تأخذوا موسلة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفى علمه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيكون سيء للسماوات والأرض ولا يعوده حفظه ما هو لا يلاهي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في ألفزكم أو تحفوه حاسبكم به الله فغفروا من يشاء وغفروا من يشاء والله ولا كل شيء خبير لا يقلف الله نفسا إلا أوصى لها ما كسبت وعلينا ما اتسرنا أو أحوانا وابنا ولا تحمل علينا إسرائيل كما حمد كموار الذي لم ينقبلنا وابنا ولا تحملنا ما لا تحفوه قبلنا به وعفوه قبلنا وارفوه قبلنا وارفوه قبلنا أنت مولانا فأرسلنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنتنا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا متفتعا من خشية الله وتلك الأمثال مغربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم قائم قاهر قادر عادر فاضل لا ينام ولا يموت ولا يفوت ولا يحول ولا يزول أبدا أبدا ذو اليلال والإكرار بيده الخير وهو على كل شيء قدير قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أدوركم يوم القيامة فمنزح في عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما عندكم ينفد وما عند الله باق كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اليلال والإكرام إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يا أمة الله يا أمة الله بن تحوى أذكر العاد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن القبر حق وأن الموت حق وأن القبر حق وأن المنكر والنكير حق وأن السؤال حق وأن اليغاب حق وأن الحساب حق وأن الميزان حق وأن البعث حق وأن الحوض حق وأن القصاص حق وأن الشفاعة وأن الصراط حق وأن الحشر حق وأن رؤية الله تعالى في الجنة للمؤمنين حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا واحدا وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي هذا أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا الفانية كما قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الآن يأتيك الملكان الكريمان المؤكلان المحاسبان فلا يفتعاك ولا يرهباك ولا يرعاك ولا يهولاك فإنهما خلق من خلق الله تعالى فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما إمامك وما دينك وما قبلتك وما إخوانك فقلي الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيك والقرآن إمامي والقعبة قبلتي والإسلام ديني والمؤمنين والمسلمون والمؤمنون والمسلمون كلهم إخواني على ذلك خلق وعلى ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعثين إن شاء الله تعالى وأنت من الآمنين ثبتك الله تعالى بالقول الثابت اللهم ثبتها بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيتها النفس المتمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر الأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعل اللهم في قبورهم ضياء والنور والفسعة والسرورة والبحجة والحبورة والمغفرة على أهل القبور إنك ملك رب غفور رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ونعصد إن الإنسان لفي خسد إلا الذين آمنوا عنه صوالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصدق بسم الله الرحمن الرحيم ونعصد إن الإنسان لفي خسد إلا الذين آمنوا عنه صوالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصدق بسم الله الرحمن الرحيم ونعصد إن الإنسان لفي خسد إلا الذين آمنوا عنه صوالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصدق بسم الله الرحمن الرحيم قلت والله أحد الله صمت نَنْ يَجُدَ وَلَمِّيُّ إُولَدْ وَلَمِّيُّ إِقُلَّهُ أُخْمًا أَحْحَد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أهل الله سمت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفلنا بعدها ولا تفتنا بعدها وفلنا ولها اللهم افدني أهل القبول من المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم جد في الأرض عن جنبيها اللهم جد في الأرض عن جنبيها اللهم جد في الأرض عن جنبيها ببركاته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم جد في الأرض عن جنبيها اللهم جد في الأرض عن جنبيها اشتركوا في القناة